تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليم اليوم برقية تهنئة من الرئيس الامريكي جوزيف بايدن بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين للجمهورية اليمنية 22 مايو وقال الرئيس الامريكي في برقية التهنئة نيابة عن شعب الولايات المتحدة أرسل لكم وللشعب اليمني أحلى الأمنيات بمناسبة احتفالاتكم بيومكم الوطني الثاني والعشرين من مايو الجاري وأكد الرئيس بايدن وقوف الولايات المتحدة مع الشعب اليمني ودعم رغبته في السلام والأمن والاستقرار وقال سنبقى ملتزمون بدعم كافة الجهود نحو حل شامل لصراع الذي أصاب اليمن لما يقارب من عقد من الزمن وجدد الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة الامريكية لجهود الأمم المتحدة والشركاء في المنطقة والمجتمع الدولي من أجل الحفاظ على الهدنة الحالية وتعزيز التقدم نحو السلام